مساء الخير على كل امتابعين موقع وجريدة المصر اليوم من كل مكان برحب حضراتكم معاكم اسامة علي فلاف جديد طبعا نظر ايام الفاتت لقينا طبعا يا سلمة طالبة في احد المدارس بمنطقة الزمالك طالعة بتتكلم ان هي تم احتجازها في معامل مدرسة لمدة عشر ايام وتفاصيل كتير ده اللي هنعرفه من سلمة والدتها وجدتها في البداية براحب بك يا سلمة عالمصر اليوم وعازك تكلميني يعني النهاردة الاول تعرفي المشاهدين على نفسك انا سلمة البصراوي في مدرسة بجد تربية لكسم الامريكي لفي الزمالك عندي صوتات يا سلمة تكلميني يا سلمة ايه اللي حصل في اول يوم مدرسة ايه الحكاية والتفاصيل ده اللي عازيني اعرفه منك اول يوم مدرسة انا كنت رايحة عايزة فبدخل disable غبيهة مدرسة بدخلها من مدرسة قبل تابعهم الصباح في مدرسة ديتني وبقالів Troye عند المدير يعني بطلعت يلاening ما ت pasture المدرسة الانني م ممتعش اهضر حصصي ولا تقول فسقول فقالوا لي دخلوني معمل وقالوا لي يعني قالوا لي عوضي انتظر هنا في المعمل انتظري بذلط و بس فانا عدت مستنية مش مستنية حاجة يعني مدسة ما عرفش إلا يحصل فقادة بس هناك و ما بممينش راجة طول اليوم فضلت اليوم ده طول اليوم في المعمل لا حضرتي حصاسك ولا حضرتي بورس طباح ولا اي حاجة من حاجات للطبيع بتاعي نعم مثلا مزقتيش لحل سألت حد كلمت حد ولا ايه اللي حصل لا طبعا كنت بازق كتير جدا عشان بدا يعني قادة من 8 صبح الى 2 ونص بعد الظهر يعمل حاجة فطبيعي ازق يعني بس كل اما حاول افهم موضوع من المدير بيقول لي تعليمات من زعابة المدرسة وما فيش حاجة في قدهم يعملوها بس موضوع انك تحاجستي 10 يام في المعمل ده حقيق ما تحاجستش بالفعل بس بس كنت بطي يعني بتروح المدرسة وتواضي في المعمل بزرحة يعني كنت مبعملش حاجة اليوم وبفضل عطبه وما نفعش صحابي يدخلولي يومها ما كلمتيش حد من البيت عندك تتواصل معاهم وتقولهم الحكاية ايه اللي حصل بعتلهم وقلت لهم وإحنا كنا فدلتا نروح كذا يوم عشان كان لسه في امل صاحبة المدرسة ترضى تدخلنا تدخلنى برحب بحضرتك على مصر اليوم والدة سلمة عايز جتكلميني توضحي لي أكثر التفاصيل أيه الموضوع لما سلمة أول يوم مدرسة راحت وجدت وبلغيتك باللي حصل طبعا احنا طبعا اتفاجئنا ان هي حصلها كده من أول يوم وفعلا أنا رحت المدرسة واتكلمت مع موديلين المدرسة سألتوا ليه بيحصل كده لسلمة قال لي نفس الكلام اللي سلمة بتقوله الموضوع مش معايا الموضوع مع صاحبة المدرسة فأنا سألتله معليش أنا أسفى أنا بتكلم إدارة أنا مليش دعوة بصاحبة المدرسة إلا مش بتعمل مع أنا مفوضة أتعمل مع إدارة أنا مش فقدر قاعد أدور على صاحبة المدرسة حتش بيكلم صاحبة المدرس عشان يحل مشاكل إدارية جوا المدرسة فموصلتش لأي حاجة وفعلا سلمة استمرت أنها تروح يوميا تنعزل في القوضة دي من الساعة تمانية ونص للساعة تنين ونص وكان عندنا أمل أن المدرسة الموضوع ينتهي وينخلص الموضوع وسلمة تقدر تخش فصلها فقدروا منعينها لمدة عشر تيام وحتى نزل قرار يعني فيه قرار يعني شايفينه أن مزارة التربية والتعليم بتقول أن حق سلمة الدستوري أنها تفضل مستمرة في مدرستها في مدة السنوية اللي هي فضل لها سنة قصة وتخلص سنة تلتة سنة هي تلتة سنوية ومع ذلك الكلام ده طلع يوم اتنين وعشرين تسعة ومع ذلك يوم اربعة وعشرين تسعة المدرسة منع الدخول سلمة خالص من البوابة المدرسة فإحنا الحقيقة مش عارفين يعني هو كده يعني بسبب دار التربية الأمريكية اللي في الزمالك مستقبل سلمة ضاع خلاص ولا ايه يعني دلوقتي أنا سألت في 18 مدرسة لو أنا فكرت أنقل سلمة لجريد 12 محدش بياخد بريد 12 خارص مفيش مدرسة بتسمح منها تاخد آخر سنة الطبيعي نسال ما تبقى لها 11 سنة في المدرسة ملتزمة شاطرة مؤدبة كل حاجة ما ينفعش ان فجأة المدرسة تقرر انها تطلعها من المدرسة وكمان لما يصدر قرار أو الوزارة تتدخل برضو المدرسة تفضل في التعامد بتاعها سبب التعامد ده ايه يعني ايه سبب الوصل لده ومفيش حاجة جات لنا رسمية من المدرسة بتقول ايه الموضوع بزاق هو يعني هي سلمة ما عملتش اي حاجة اصلا علشان الموضوع ده كله يحصل بعدين ده من الاول يوم يعني مثلا هقول ان عملت مشكلة في المدرسة مكانش من اول يوم اه مفيش حد بيعمل مشكلة في السيف هي اخدت وطلعت بالريبورد بتاعها وريبورد بتاعها كويس جدا فمفيش حد بيجراره مشكلة بعد اما يكون الصيف هي اول يوم مدرسة لحقت تعمل اي حاجة اصلا مليحقتش. كمان نهاية جاية قبل ما تبور ما يبدأ صح? ايوة. وبعدين وفيه كمان كزا حررنا كزا محضر اه من الشرطة والشرطة اثبتت ان سالمة معزولة جوه القوضة دي. وبرضو اه النجلس اه القومي للامومة للامومة والطفولة. اه. جم في نفس اليوم واثباته نفس الواقع. والحد دلوقتي المدرسة في تعنت والحد دلوقتي احنا مش حل المستقبل سالمة اللي بيضيع ده. موضوع الحفلة اللي بيطلع على الصفحات وعلى الاغبار ان هي كانت حضرة حفلة. يعني ده مش سبب مقنع ولكن اوضح. اه اوضح لك. اه دلوقتي الحفلة دي كانت في اوتيل تبع قوات المسلحة. وكان في المصيف. اه. افندم. في القاهرة. طبعا. هو في القاهرة عشان الناس كان فيه سوى تفاهم. هو في القاهرة. وانا كنت بايتها معاها في الاوتيل. انا وكان معاها اخواتها. ومامتي جات اتصورت معانا. وبعد كده روحت. بس انا اعدت اعدت في الاوتيل طول يعني بايت معاهم. وكنت شايفة الحفلة من قوضة نومي. فيعني اكيد انا انا كام اكيد مش هودي حفلة لبنتي فيها اي تجاوزات. حفلة عادية جدا. اه مدارس بتحتفل بالتخرج بتاعها. جوه الاوتيل المحترم ده. فيعني انا مش قادرة استوعب. هو يعني هو انا اخطأت في ايه? ازا انا بنتي حفلة في اجازت الصيف مش باسم المدرسة ما لهاش اي علاقة بالمدرسة لا تمط بصيلة اليوم. اه. فانا مش عارفة ما بيحصل لي كده ليه? ومستقبل سن ما فعلا بيزيار. طب ايه اللي تحب تقوليه ما حاولتش تواصل مع مع صاحبك المدرسة? مفيش اصلا. هي عمتا مش اه هو صعب الوصول اليها عمتا. اه. يعني هي لأ مش مش مفيش تجاوب اولا. هل مثلا فيه اه صلة اه معرفة بينكو سابقة مثلا اي حاجة او كده ولا? لا خالص. لا خالص. لا خالص. لكيش اي صلة ولا ولا اي حاجة. طب المدير بيقولكو ايه? انا 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 تواصلت معايا على الواتساب وبعد كده هي عملت بلاق. مردتش. اه طيب يعني ايه الخطوات اللي نفوض تعملوها. الخطوات اللي احنا نفوض نعملها احنا احنا فعلا احنا عاملين للوزارة. ان شاء الله يعني تساعدنا في ان تمكن سالمة زي ما هم قرار اللي هم طلعوه. ان بتمكين سالمة وحقها الدستوري. فانها تخش المدرسة وتخش تصلها. اللي بقى لها المدرسة اللي بقى لها 11 سنة فيها. اه. يعني يعني هو انا دلوقتي فات اصلا اه شهر ونص من بداية العام الدراسي. سالمة ما درستش اي حاجة وما دخلتش الحصص بتاعتها. يعني حد مصمم انه يضيع مستقبلها ويبوز نفسيتها. يعني اللي بيحصل ده بصراحة يعني حاجة منتهى الظلم يعني. مدير المدرسة ما ما قالش اي حاجة او مسلا قال مسلا لفترة معينة وهترجع مدرسة بشكل طبيعي. لا خار عشان نحل الموضوع ده. والكلام ده كان يعني الكلام ده كان من حوالي 12 يوم. حد الوقت ما حدش من مدرسة رجع لنا. ومنعوا سالمة يوم 24 تسعة من دخول المدرسة اصلا. من بعد او. حتى قط العزل ما بقيتش ما ندرش نخشها دلوقتي. مينفعش ندخل مدرسة اصلا باوي. مينفعش ندخل المدرسة اصلا باوي. مينفعش ندخل المدرسة. منعوها من دخول. وبرضو حررنا محضر بانه هم المدرسة منعت سالمة من دخول مدرسة. طب مفيش حد مسلا مدرسين يا سالمة بتواصل معاك بيقولك سبب بيقولك حاجة لاني دايما اي حاجة لها سبب معروفة. ولكن السا انا عايز اعرف ايه سبب. يعني حط دينا على سبب عشان نعرف ليه عاملوا ده. انا شخصية ما عرفش ايه السبب. والمدرسين ما حدش بيقولي حاجة. ولو حد اعرف عن الموضوع عشان ماذا المدرسين ما كانوش عطينا اللي بيحصل. اه لو حد اعرف عن الموضوع مش بيفهم المشكلة. اه وما حدش جي اتكلم معي عالموضوع خادش. تمام. اه نروح لجدة سالمة. اه تفضعني. اتفضعني. برحب حضرتك. اه عايزة تكلمينا وتحكينا بقى يعني ايه طلب لحلقة الطلبية. ايه اللي عايزة يحصل لسالمة حافظتك. انا مش عايزة مستهبل سالمة يضيع. دلوقتي انا بس عايزة اسأل سيدة محترمة صاحبة المجلسة. دلوقتي سالمة كانت موجودة في الحفلة دي مع ثلاثة من اصحابها. ايه الفرق بينهم وبين سالمة هم حضروا نفس الحفلة. في نفس المكان. في نفس القوات المسلحة. وموجودين معها من اول الحفلة لحد الاخر الحفل. ليه هم دخلوا الفصل وانتظموا من اول يوم. وليه سالمة قادة في قط الكمبيوتر. هم عملوا ايه. ايه اللي عرضوه عليهم ومعرضوهش علينا. هل هم اعتذروا? طب ما احنا طلبنا ان احنا نعتذر برضو ما سمعتش كلامي. ليه? وفي نفس الوقت اختها الكبيرة اللي هي ملك اللي مفروض هتتخرج من المدرسة لما يسلموا الشهادات علشان يقدموا الولاد في التنسيق بتاع الجامعات. حاجة بتعانها الشهادة بتاعتها وديتها لاصحابهم اللي كانوا موجودين برضو في نفس الحفلة. يعني هو الموضوع مقصود لعليتكم انتو بس. زهد كده في بيننا وبينها طار. زهد كده. وانتو ما كانش في اي علاقة بينكم ابدا. ابدا. ولا في اي حاجة وحشة ولا كويسة. عادي صاحبة مدرسة واحنا مرتزمين. ومدتش الشهادة لملك غير لما ملك اتصلت بالجاهة الامريكية اللي بتدي للمدرسة دي اللايسنز الامريكاني عشان الشهادة الامريكاني. وفي خلال 24 ساعة قدت الشهادة الملك. قالت لها اتصلوا بيها بالمدرسة وقالوا تعالي خدي الشهادة. يعني هي بتسمع الكلام الجاهة الامريكية ومش قادلة تنفس كلام السيد وزير الدربية والتعليم. يعني ايه العدل في اللي بتقول. بعدين انا بشكرها جدا انها عملت كده عندها 17 سنة تدخلها اسام وتدخلها عندها كثرة نفسانيين عشان يعالجوا نفسيتها واحساسها بالقهر والظلم اللي ملوش اي معنى. متشكرة جدا انها بتدت بسلمة تشوف الظلم من وهي في السن ده. تقعد في القط الكمبيوتر من 8.5 لحد ساعة 2.5 مقهورة. وحسة بالظلم وحسة بالقهر. ليه؟ عملت ايه؟ انا بتحدى المدرسة. انها بتديني من يوم دخلت سلمة المدرسة من 11 سنة تقول حاجة واحدة عملتها وحسة في المدرسين او في زمائلها او في اللي بيشتغلوا في المدرسة اذا كان الددوات او اذا كان البواب او اذا كان اي حد. كلمة واحدة سلمة قالتها وحسة او فيها عدم احترام لكل الناس دي. ابدا حاجة المدرسة. انها تطلع لنا حاجة واحدة بس اشتاكد فيها من سلمة. سلمة متفوقة ورياضية ومتدينة ومؤدبة. ما تساهمش قبل ان يتعمل فيها كده. ابدا ما يساهمش. انها تدخل لدكتور نفساني يقول انها عندها حالة اكتئاب. اكتئاب الا عندها 17 سنة. اكيد طبعا. هي دي التربية هي دي التربية هي دي التربية اللي بتعلمها للولاد تحسسهم بعدم الانتماء للوطن. لما تشوفها الظلم ده تقولت في بلدها تعمل ايه؟ بقى كده. لكن فعلا هو يعني غصبا عنينا. بنستنجد بيت. ما فيش حد في البلد قادر انه ينصفنا. والبيت بقالها من ساعة ما بتدت المدرسة من عشرة تسعة. دوية قادة في البيت. فقال اخدت كراسة ولا اخدت كتاب ولا عارفين مستقبلها هيوصل لايه. هو ده هو ده العدل في البلد. احنا اكيد طبعا دولة دولة قانون ودولة عدل. واكيد طبعا حق سلمة يرجع لها. ولكن هو تصرف مدير صحبة المدرسة وتصرف فردي. لا يعبر. اكيد. لا يعبر الا عن صفاتها الشخصية ودي حالة فردية ومشكلة فردية. طبعا وضحنا كل التفاصيل وكل الحاجات في موضوع سلمة. طبعا ان شاء الله حلها هيكون موجود. بشكر حضراتكم بشكر حضرتك جدة سلمة ومامتها وسلمة. وان شاء الله نلقي لها حل وده كان الموضوع دي القصة. بشكر حضراتكم. شكرا لكلهم تابعين موقع وكناة المصر اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم.